السلام عليكم ان شاء الله النهاردة هنتكلم على السرش تكنيكس اللي ممكن نستعمله في التريز انا اقل السرش امتى نستعمل كل واحد فيهم في البداية كده احنا اكيد عارفين الجراف ديت المفروض خدناها في التسكريت ديت بالشكل دوت انتو اكيد عارفينها التريل اللي احنا هنتكلم عليها نعم الجراف ستاعت الفرق ما بينها و ما بين بيت الجراف هو ان كل نود ما بين كل نود والتانية بيقى فيه بكتير path واحد يعني ما يفعش ما بين b و c مثلا بيه اكتر ان path ما بين a و g ما يفعش ما بيه اكتر ان path in general يعني ده الفرق ما بين التري وبين اي جراف تاني طيب هل ينفع ان انا احول جراف لتري اصلا اه طب نجرب حول الجراف دوت مثلا لو بدأ من a a a a متوصلة باي بي و d احنا احنا عنامشي alphabetic من الشمال اليمين فبي الاول بعدين d طب بي متوصلة بايه c و f c و f طب دي بي اي حاجة تحت اي حاجة تحت c و f و e متكررة يعني خلينا مثلا نشوف c كده بعدها a e يعني ممكن حد يقولي طب ما نكمل لا احنا مش هنكمل لان احنا كده هنخش في infinite loop فاللي متكرر مش بنكتبه نفس الكلام على تحت ال f ما فيش بعدها حاجة ال e بعدها ال f هي اصلا موجودة انا بمش هنكتبه طيب اه ده طبعا لو احنا هنمشي ببريتس فرست بس يعني ده مش موضوعنا دلوقتي يعني احنا بنمشي بمثال كده و خلاص في البداية طيب احنا دلوقتي عندنا كزا نعمل ال problem deterministic و ده معنى ان الالجوريزم بيبقى عارف الخطوات اللي جاية كلها هتمشي ازاي وهو لسه في اول خطوة فبالتالي بيطلع نفس ال output كل مرة مع نفس ال input لكن ال non deterministic الالجوريزم اصلا مش عارف هيعمل ايه في الخطوة اللي جاية ففي الحالة دي انت حتى لو كل مرة بتدخله نفس ال input ففي احتمالين ان هو مش كل مرة يطلع نفس ال output ده الفرق لو هنتكلم على ال non observable او sensorless problem هنا ال agent او machine اللي بتعمل search مش بتبقى عارفة اصلا في كل خطوة هي فين فهي بتاخد خطوات من غير ما تعرف هي في اي نود طيب طيب في السرش الالجوريزم فيه نوعية من الالجوريزمات complete و incomplete ال complete اللي هو انت ضام انك هتلاقي ال goal بتاعك في ال incomplete ده لما يوقف احتمالية انك ما توصلش لل goal على سبيل المثال لو انت دخلت في نود متكررر فبالتالي انت كده هتعيد نفس عملية السرش وتوصل نفس النود تاني طب ايه ده؟ ده انت كده دخلت infinite loop مش توصل لل goal اصلا ده اللي احنا قلناه بيقولك optimal الالجوريزم يبقى optimal لما يلاقي احسن solution مش مجرد solution وخلاص لا احسن واحد فيهم ده لو فيه كذا واحد يعني ال branching factor ده زي ما هو مكتوب بعض ال arcs او ال edges اللي طلع من النود الماكسيمم path length دوت بنسميه m maximum branching factor b ده ناخد مثال ال tree اللي احنا كنا شغالين عليها الماكسيمم path length m طب احنا عندنا هنا edge يعني من a لحد c هدي واحد هدي اثنين يبقى كده ال m هنا باثنين طب ال b ال b maximum branching factor احنا عندنا هنا اقصى حاجة اثنين يعني خلال نمسك a مثلا هل فيه اكتر من اثنين هل فيه تلاتة مثلا هل فيه نود طلع فيها اكتر من اثنين edges مفيش خلاص ال b هنا باثنين باثنين احنا نقدر نسمي كل نود state وكل arc او edge نقدر نسميه action ده لما نيجي نوصف مشكلة بال space representation يعني اول نود بنسميها initial state اخر نود goal state وطبعا يعني كل ما تاخد action انت كده تتبقى في state جديدة الكلام بديه يعني ال cost function ال cost function ال cost function دي اللي بتحدد بيها ال cost تاع كل action يعني ايه يعني خلينا نقول ان احنا هنحط رقم عند كل edge بيعبر عن مسافة ما بين كل نود او او مثلا خلينا مثلا نشتغل على التريل عندنا دي عشان نوضح اكتر خلينا نقول ان المسافة بين a و b سابعة مثلا المسافة بين b و c اثنين a و d ثلاث b و f خمس d و e مثلا اربعة دي المسافات ما بينهم طب ما انا ممكن استعمل ده في ان انا مثلا في بعض ال algorithmic search التانية الغير ممكن احدد مثلا وانا ببتدي من ايه كده ممكن احدد ايه الاحسن بي ولا دي وطبعا في الحالة دي هتبع احسن ان المسافة لدي اقل فده مثال يعني على cost function ان cost function هنا في الحالة دي هو المسافة ما بين كل نود والتانية او المسافة اللي اللي هقطعها للنود دي من النود اللي انا فيها اه طبعا الoptimal solution هنا من وجهة نظر cost function اللي هو minimum cost او احسن cost عندك يعني احسن cost عندك او احسن path بياخد اقل cost هنا في الحالة دي ده ده optimal solution عندك هنا في تري دايات خاصة هو هنا محدد المسافات ما بين المدن ده ده المثال بتاع salesman فالمسافة من نيويورك الوولد ماتين одну وخمسين من نيويورك الميامي ماتين وخمسين من شمعها emailed technique ويجمعهم ويشوف اقل كوست فيهم وياخد الباث بتاع اقل كوست ده شبه المسال اللي فات المدينة اللي انت هتبتدي عندها الاكشن بتاعك هو انتقلك من المدينة التانية ان انت بتشوف وكل مدينة انت بتروح لها هل هي دي المدينة بتاعك عند كل مدينة انت بتروح سيلزمان ده اللي تكلمنا عليك ده المسال اللي فات اللي هو ده الستيت بتاعتك اللي هي المودل اللي انت قريدي زورتها اهو وهنا زار نيويورك المعامي وهنا زور نيويورك وسان فرسيسكو هنا في الحالة ده نيويورك اهو يقول لك الرولز ايه انت اضيف مدينة في حالة لو هي انت مزورتها اصلا يا لو تفتكر المثال دوت في المحاضرة الاولانية البروبلم تاعت سيلزمان دي ان انت ايه بتضيف عندك في الليست المدن اللي انت مزورتها اش ست مدن يبقى لو عندك ساعتها ترجع لأول مدينة جول كريتيريا ان انت اول مدينة بتسوي اخر مدينة فساعتها كده وصلت لجول بتاعك عشان انت اللي هو بتبتدي من اول مدينة تنتهي لازم عندها اخر مدينة انا في البازل دوت انت بتبقى عايز ايه تبتدي من ال من الاستيت اللي على الشمال دوت ديت وتنتهي عند العليمين فالاستيت بتاعتك اللي هو اللوكيشن بتاع كل رقم فيهم الاكشن ان مثلا اثنين دوت ينزل تحت او ستة تيجي شمال خمسة يجي يمين يعني كل واحد في دول يعتبر اكشن ايه الجول بتاعك ان انت التوصل لده الباث الباث كوست الباث كوست واحد في كل دول يعني الحركة بتاعت شمال او يمين او فوق او تحت كلهم نفس الكوست طيب مثال التشيس دوت استيت بتاعتك انها تبقى المكان بتاعت كل قطع فيهم يعني زي ما انت شايف او احصت الكلام دوت في لست دي هي الاستيت دي طبعا التري بتاعت التشيس دي التري بتاعت problem فطبعا هي زي ما انت شايف هي معقدة جدا فطبعا انا لازم تختار تكنيك بعناي انا في البروبلم ديت بيقول لك ايه ان هو جيب لك تلات بلوكات كده ايه بي سي وبيقول لك هو هو عايز يعني الشكل دوت كده عايز يوصله ليه ده ان اي تبقى على بي تبقى على سي لو عايز يوصل له الشكل ده طيب وفي البداية هيبتدي بالشكل ازاي ما احنا قلنا طب هو ممكن يمشي ازاي طب احنا ممكن ناخد A كده نمسكها يعني احنا طبعا هنشوف كل الاحتمالات يعني هو في البروبلمز اللي زي دي بيشوف كل الاحتمالات فهو هيمسك A مرة يحطها على B طيب ده تلسة الاولانية تلسة التانية ممكن يمسك A يحطها على C طب كده خلصت من A طب احنا ممكن نشوف B ممكن يمسك B يحطها على A او ممكن يحطها على C طب C ممكن يحط C على A ممكن يحط C على B فممكن يمشي بالطريقة ديت والجول عملا هيوصله من النوت ديت لانه هو في الاخر هيلاقي ان الجول طلع من النوت ديت عشان هو الجول A على B وB على C بس كده فيه عندنا سيرش داتا دريبن وسيرش جول دريبن ايه دول؟ الدادا دريبن او الفورورد شينيج ده اللي هو لما يبقى معاك داتا وعايز توصل للجول او لما يبقى معاك الرولز اللي هتمشي بيها عشان توصل للجول طب الجول دريبن او الباكورد شينيج هو انت هنا حرفان بتمشي باكورد انت هنا معاك الجول وبتحاول تعرف ايه الرولز اللي ممكن تستعملها عشان تجينرية الجول ده بس انت طبعا لو معاك داتا امشي بالدادا دريبن يعني احسن تمشي داتا لما بيبقى عاك داتا او عندك جولز كتيرة لما يبقى صعب تحط فروض للجول ده ساعتها الاسهل انك تبحث فورورد او داتا قلني ده الكلام اللي احنا قلناه ده اللي احنا قلناه لما احنا قلنا بنيتكلام على الجول طيب انت عندك Un-Informed و Un-Informed Search إيه Un-Informed ده لما بقاش فيه أي معلومة عن التري معلومة زي إيه يعني زي المسافات ما بين النودز أو المسافة مثلا ما بين النودز والجول اللي هو من الآخر Un-Informed Search ده مش معتبه على الـ Cost Function أصلا أو الـ Evaluation Function بشكل عام ومثال على ده Depth First والBreads First اللي احنا هناخدهم كمان شوية أما الـ Informed ده بيبقى مؤتمد على معلومات في التري اللي بيجيب النهى الـ Evaluation Function اللي بتحدد إيه الباث الأحسن دوت دوت فنش ناخده محاضرة دي المحاضرة اللي جاية إن شاء الله دية Search Techniques بس ناخد منهم دول بس المحاضرة دي دوت فنش ناخد منهم دول بس المحاضرة دي دوت فنش ناخد منهم دول بس المحاضرة دي فهو أصلاً الـ Bridge First دوت بيعماشي ازاي؟ بيعماشي Level by Level بيخلص Level بيروح على اللي بعده فهو هيبتدي هنا من الـ Root ديت كده خلص أول Level طيب روح على الـ Level اللي بعده هو بيمشي شمال يميئي بكل Level A طب خلص A روح على D كده خلص الـ Level آآ تاني Level هيروح على الـ Level اللي بعده الـ B الـ D الـ A الـ E كده خلص اللي بعده روح على الـ Level اللي بعده C E E B وها كزا بقى وها كزا ده الكلام اللي احنا قلنا انه هو Complete نتعمل الـ Implement بالـ Q هو أجاب لك 3 كمسالهو هو يبتدي من A بعدين B بعدين C بعدين D خلينا نقون ان الـ G دوت هو 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 الـ Goal بتعنا هيروح للـ النوت ديت بعد النوت ديت بعدين هينتهى عند الـ G دوت الـ Breath first بيمشي Level by Level ها زي ما احنا قلنا نقول انه هو Complete Optimal هو 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 Optimal فعلا انه انت انت هنا لو عندك مثلا كزا كزا رقم سبعة تحته في البلاد الثانية ساعتها لا هو هيجيبلك السبعة الأولانية ديت فهو Optimal سيجيبلك أقرب حل time complex بي باور M space complex ديت نفس الكلام بي باور M طيب بي باور M ديت نفس الكلام سيبقى مناسب امتا لو عندك مساحة كبيرة لانه هو اصلا يعني بيستالك مساحة ضخمة جدا مقارنة بالدبث فرست يعني دوت بي باور M لا ديبث بي تايمز M يعني فيه فرق كبير جدا لو هو ضروري انك تصل للجول باقل اجز عندك او برضو لما يبقى فيه solutions في لفلات قريبة من الروت او لفل عالي في التري ما اعتبارش ديب يعني او لما تلاقي infinite cycle ساعتها ال breath انسب لك ممكن الدبث يخش في ال infinite cycle ديت عادي جدا ال breath first مستعملوش ام تبقى لما المساحة عندك تبقى العيلة او لما كل solution بعيدة عن الروت او لفلات تعتبر ديب ساعتها ال breath first يعتبر انسب في الحالة ديت يعني انه بيبقى عندك maximum branching factor يبقى كبير شوية ساعتها برضو breath first يبقى افضل بيبقى ديبث بيبقى ماشي بايفين 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 ديبث بايفين 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 انه ماشي بايفين ارث هو ماش دامن انه يجد جاول انه ممكن بايفين في بايفين انت انت خلص اصدر التركات شوف لو هي عندها اصدر اخضة نقدر لكنت انه الخلص تضع او children يعني لما اصدق فانت هنا عندك F كده انت وصلت للجول بتاعك G فهو واقع هيمشي بالطريقة داية طب لو احنا اخذنا المثال بتاعنا الاولاني دا اولا هيبتدي من A F B قصدي C كده اخلص الباث داوت شوف لو B عندها children تانين F طب روح لل F كده انت خلصت ال B اصلا ما عندهاش اي children تانين ما عندهاش اي children تانين طيب انت عندك ال A ال parent اللي فوق عندها D من ال D هتروح لل E دا كده depth ممكن تعمله implementable stack last and first out هانا هيبتدي من A هيروح لل B هيروح لل D هيروح لل H خلص هو ال path داوت الباث اللي بعده هيبقى E هيبقى I طيب خلص الباث داوت الباث اللي بعده هيبقى E خلص الباث داوت الباث اللي بعده هيبقى K طيب ايه اللي بعد كده C F F L طيب ايه اللي بعده M كده خلصنا ال children تقع F اللي هروح لل C اه دا لسه عندها G left most N D او D O دي تقريبا ماشي وده طبعا لو لو احنا لو عايزين نترافيرس يعني او نعدها ال elements كلها ها بس اه لو احنا اعتبرنا ان الجي مسلا هو الجول فخلص احنا هنقف عندي الجي طيب ايه اللي بعد كده ها وهامشي بنفس الطريقة داوت طيب هل الدبس فرست كومبليت لا هو مش ضامن ان هو يوصل للجول ممكن ممكن مثلا اللي تحت G دوت يرجعك لل A تاني عادي جدا يعني يعني مثلا في 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 داوت ممكن F داوت ترجعك ل A تاني فساعدها انت هترجع تاني ل A وهتقعد تمشي بنفس الطريقة فمش هتخلص مش تقطع للجول بتاعك وليكن ايه مثلا هل هو اوبتيمال هو مش اوبتيمال اطلاقا يعني هو هو انت انت مثلا لو لو عندك جول يعني لو انت عندك كذا جول هنا يعني خلينا نقول سانية احدى لو انت عندك سانية اطلاقا جي والجول مثلا اللي هنا يعني انت عندك كذا سولوشن لو انت ماشيت فانت هتقول E B C G طبما انت عندك السولوشن دوت يعني انت عندك السولوشن دوت اقرب يبقى depth first دوت مش اوبتيمال اطلاقا لا لا ده دخدلك الابعد هوا مز تبقى في ال space complex يعني احنا قلنا ان هو بي M ماش مش بي بور M نشوف نقلنا ان هو مش complete مش optimal برضو time complex بتاعته نفس البريتس فرست بي بور ام ال space complex بي ام دعه يعني دامست يعني انت تستعمله امتا هي بقى مناسب امتا لو ال space عندك يعني محدودة ساعتها ال breath first دوت مش هيبقى مناسب لان احنا قلنا ال breath first دوت بيستهلك مساحة جديرة لو انت عندك حلول كتيرة جدا deep في levelات بعيدة جدا عن ال root ساعتها ال depth first هو اصلا depth first بيمشي في كل path لحد ما يجيب اخره ف ممكن تاخد depth first ساعته هيبقى مشكلة امتا بقى دوت دوت لما يبقى عندك infinite cycles ساعتها ممكن انت ما توصلش اصلا لل goal لما لما يبقى عندك حلول او solutions قريبة من ال root في levelات عالية او لما يبقى عندك heuristic knowledge او اللي هو انت يعني عندك معلومات زي مثلا المسافات ما بين المسافات ما بين النودز زي زي هنا كده ستقدر تجيب evaluation function تحدد بيها ايه احسن path ممكن بعد تستعمل اللي هو ممكن بعد تستعمل اللي هو search techniques تانية مش مش depth ولا breadth لا يعني search techniques تانية احنا ممكن ناخدها بعد كده في المخدرات الجاي لا واحنا هناخدها هي يعني مش ممكن طيب عندك تري ديت ممكن نجرب عليها breadth first هنمشي A لخلصنا ال Level دوت Level البعده B C D E F كده خلصنا ال Level دوت Level البعده G H I J K L مدقوا ال بتاعك طيب لو احنا هنمشي depth تيدي من A left most بقى B left most G Q كده خلصت ال path دوت اللي بعده H R خلصت ال path دوت مفيش children تانين عند B خلص ارجع لل A اه ده عندها C C Left most I Left most S كده خلصت ال path دوت اللي بعده J T طيب كده خلصت ال path دوت L children التانين اللي عند A عندك D اللي بعد C D K U طيب ال path اللي بعده L اه ده دوت جول بتاعنا ف دوت كم مسال عندك ال هو مديك جراف كده ممكن نتحوله بنفس الطريقة اللي احنا حولنا بيها الجراف اللي في الاول دوت لتري يعني ممكن نتحوله بنفس الطريقة ديت و تطبق عليه ال breadth وال depth هو دوت في حاجة حلوة انه هو مديك المسافات ما بين النودز النودز ف ف ديت ممكن نستعملها في ال search techniques اللي جاية ممكن ناخد ده كمسال ده هيبقى مثال حلو قوي يعني search techniques اللي جاية ومديك كمان المسافة بين كل النود والجول جول هنا م ده مسال كويس و بس كده دي كانت محضرة المرة دي ساوريك